اهلا وسهلا بكم في قناتكم محترفي لاواتف ذاكي اليوم رح نعلمكم طريقة تنزيل الجيلبريك ايو 7 على الايفون او الايباد لازم يكون اكيد ايو 7 او شي عليكم بتنزيل الايتونز اذا اصلا يكون موجود عندكم الايتونز اكيد يعني ما في داعي تروح على موقع apple.com بعدين الايتونز وبعدين يكون مكتوب داولود ايتونز تضغط على داولود ايتونز بعدين راح تضغل لك هاي الشاشة عندكم يكون مكتوب داولود انا راح تضغطوا على داولود انا ورح يبدأ تحميل الايتونز الان وبعده تنزيل الايتون هذا هو الشكل الايتون طبعا نفوت عليه هو هالشكله خلاص نشبك الايباد في الكمبيوتر وبعدين ننطلق للخطوة الثانية الخطوة الثانية اللي هي تروحه على ايفيجين 7 اللي امانكم على الشاشة طبعا رحكيه تكاتب اللينك في الدسكروبشن الفتوة الثانية بدن ويندوز 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 الان رح تضغط على داولود الان رح يتم تنزيل البرنامج ايفيجين 7 الان انتهى برنامج ايفيجين 7 بالتنزيل والان رح تطلع لك هاي الصفحة الموجودة رح تضغط على البرنامج الان بعد ما فتحت البرنامج رح يطلع لك الان هذه الصفحة وهذه الايقونة رح تضغط على جيلو برايك الموجودة علينا الان رح يبدأ تنزيل الجيلو برايك على الجهاز الاب انا الان في هاي اللحظة بالتحديد عليك انه تفتح الايباد او الايفون وعليك انه تروح تطبيق ايفيجين 7 و تضغط عليه و رح الجهاز رح يعيد نفسه تلقاية و هسا بعد ما انا عاد الجهاز مرة اخرى رح هو الان طلب مني انه افتح الجهاز و افوت على ايفيجين 7 كمان مرة و مباشرة بعد ما يخلص رح رح يغفل الجهاز مرة اخرى هسا انطفع عندي الجهاز و اشتغل مرة اخرى نشوف كلمة ready to continue ответ to continue clo Mountえ th�yo. melhor to activate hush that is WHY اذا بدك تكمل هاخر مرة إذا بدكة تكمل افتح الجهاز عندك طبعا لا تنسى قبل ما ا jaws اه تساوي الجيلو براك. لازم اذا يكون عندك باسرد على الجهاز لازم révari ال箱 و إفتح التحقيق دخاء بالتحقيق موجودة بسيتنج بايكلاود بعدين اخر وحدة تكون مكتوبة بدك تطفيها دع هاي اخر خطوة هنا الان هاي الخطوة اذا رح ينعادل الجهاز هاي الخطوة الخطيرة اذا وقف عندك على علامة ابل او رح يكمل معك عادي انا لحد الان وكمل معي عادي واذا وقف على ابل عليك بس انه تعمل ريستور واكتب على اليوتيوب كيفية تعمل ريستور ورح تعرف كيف وهسا انا خلصت هاي مكتوب دون الجهاز رح يفتح فتح مع الجهاز والان الجهاز موجود عليه سيديا وفتح كل شيء وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو واذا عجبكم اضغط لايك ولمزيد من الفيديوهات للجيل بريك اضغط سبسكرايب اذا اردت المزيد من الفيديوهات شكرا